لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا فرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل ونحن حلقتنا النهاردة الله يعبس بالبشر عند غالبية المسلمين وإحنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن كلام ابن حجر بنفسه عن التحسين والتقبيح الشرائعين وشفنا أنه بيقول العقل مش بيدرك ولا يميز قبح الأشياء وحسن عقل وده لأن العقل عاجز أنه يعرف يفرق بين الحسن والقبيح والخير والشر وبالتالي نتيجة لعدم إدراك العقل إذن الأفعال بتكون متساوية فالبيع بيساوي الربا والزنة بيساوي الزواج وبسبب أنه مصلوب القدرة والإرادة فهو بيكون مجبور وطالما أن الأفعال كلها تنسب إلى الله ده بيؤدي بيهم إلى سوء الظن بالله زي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول أن الله بكده بيكون بيجبرهم على فعل المعاصي وده يتنافى مع الحكمة وهو زي ما بيقول الشيخ الجامي لأنه خروج على حكمة الباري سبحانه وتعالى وعلى شعرهم معنى أن الله لا حكمة في أقواله ولا أفعاله وفي حلقة النهاردة هنفهم إزاي الأشعار خرجوا على حكمة الباري زي ما بيقول الشيخ الجامي يعني إنكار أن يكون الله حكيما لحكمة في أقواله ولا أفعاله يعني الله خلق كل شيء عبسا تصوروا عزيزي مشاهدين أن أعظم شارح اللي هو ابن حجر الأعظم كتاب بعد القرآن اللي هو صحيح البخاري حقدته هي أن الله يعبس ونشوف مع بعض الشيخ عبدالعزيز الريز بيأكد لنا الكلام الجاي الكلام ده في الفيديو اللي جاي الأصل الثاني أنهم جبرية أي أن يرون أن العبد مجبور ليست له إرادة هو كالريش في مهب الريح وهم بهذا قد خالفوا أهل السنة في أصل في أصل كلي وعلى إثر ذلك لم يثبتوا من الإرادة إلا الإرادة الكونية ولم يثبتوا الإرادة الشرعية الأصل الثالث لا يرون أن لأفعال الله حكمة ولا علة وهذا تكذيب لكتاب الله وتكذيب للآيات الكثيرة التي تدل على حكمة الله سبحانه كقوله تعالى أليس الله بأحكم بأحكم الحاكمين وكقوله تعالى وهو الحكيم العليم إلى غير ذلك من أدلة وشفنا مع بعض الشيخ عبد العزيز الرئيس بيقول أنهم جبرية وطبعا ده معناه أن العبد مجبور وأن الإنسان بكده زي الريش في مهب الريح وأن الله حكمة لأفعال الله ولا علة وده بيكذب طبعا القرآن لأن في القرآن مكتوب أليس الله بأحكم الحاكمين وغيره من الآيات وخلينا نشوف كمان ابن حجر بينفي عن الله الحكمة في أول مرجع هنقرأ منه صحيح البخاري كتاب التوحيد باف المشيء أو الإرادة وقالوا طبعا قالوا هنا إحنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل وقالوا في قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أياتي من اقتضته الحكمة الملك يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على الله تعالى الله عن قولهم إلى آخر ما بيقول من الكلام وحكمته في كل الأمرين علمه وإحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته وهنا إحنا هنشرح الكلام بالتفصيل وقالوا زي ما قلت في قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أياتي من اقتضته الحكمة الملك ابن حجر بيقصد بكلمة قالوا اللي هم أهل السنة وبعدين بيقول وقوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أياتي من اقتضته الحكمة الملك ابن حجر بيقول أن الله بحكمته يقتضي الملك لمن يستحق ويكمل ابن حجر ويقول يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة ابن حجر بيقول أنهم بيقولوا أن يجب أن تكون أفعل الله فيها حكمة تقتضي مصلحة ويوصل كلامه يقول ويدعون وجوب ذلك على الله تعالى الله عن قولهم يعني ابن حجر بيعتبر أهل السنة لما يقولوا أن الحكمة واجبة على الله أن ده شتيمة عند ابن حجر ابن حجر بيقول أفعال الله ليس لها علاقة بالحكمة وبيقول أن أهل السنة بتقول أن الله لازم تكون صفة من صفات الحكمة صفة واجبة يعني في كل أفعاله وأقواله ابن حجر بيرد عليهم ويقول لأهل السنة انتو بتقولوا ايه دي اشتيمة تعالى الله عن ذلك وابتدأ ابن حجر يحرف معنا الاية وعلشان ايه علشان مش عاوز الله يكون حكيم وفي الاخر قال وحكمته في كلا الامرين علمه واحكامه بارادته تخصيص مقدوراته يعني الله لا توصف افعاله بالحكمة لان الفعل صادر عن العلم والارادة فقط وطالما ان فعل الله صادر عن العلم والارادة فلا توجد الا او الحكمة لهذا الفعل خلينا نشوف كمان الشيخ الجامي وهو بيقول ان الاشاعرة يتناقضون في صفة الحكمة ويثبتون اسم الحكيم وعندهم افعال الله لا تعلل نشوف مع بعض الفيديو اللي قاية الاشاعرة في صفة الحكمة يتناقضون اتقرأ لبعضهم ما يدل على انهم يثبتون صفة الحكمة ولكن الغالب على كلامهم نفي صفة الحكمة نسمونها علة فيقولون افعال الله تعالى لا تعلل انما تهصل افعال رب سبحانه وتعالى عندهم بمجرد تعلق الارادة بها ان المفعول يهصل ويكع والمخلوق يخلق بمجرد تعلق الارادة به ثم ايجاده بالقدرة لا تعلل افعال الله لا يقال اوجد لكذا خلق لكذا خلق لكذا اكرم لكذا عاقب لكذا هذا غير وارد عندهم وانا نفي للحكمة الشيخ الجامي بيقول ان الاشعارة في صفة الحكمة يتناقضوا ساعة تقرى لبعضهم اللي بيدل انهم بيسبسوا صفة الحكمة لكن الغالب على كلامهم نفي صفة الحكمة وبيسموها علة فبيقولوا افعال الله ما نعرفش اسبابها لا تعلل افعال الله وعندهم ما يقولوش اوجد لكذا اكرم لكذا او عاقب لكذا او معنى كلامهم هو نفي صفة الحكمة ومعنى كلام نفي الحكمة عن الله بيستلزم طبعا ايه اثبات العبس لله لان النافي اي صفة كمال معناها اثبات ما يقابلها من صفات النقص وهنشوف ان حتى في النقطة دي هتناقض ابن حجر والاشعر يعني تناقض داخل التناقض نفسه لانه هو اصلا مسهب مبني على التناقض خلينا نروح لصحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة التور ويحتمل ان يكون مراده بقوله وليس فيه حج الاهل القدر انهم يحتاجون بها على ان افعال الله لابد ان تكون معلولة فقال لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه وقبل كده كان ابن حجر بيقول لا افعال الله لا تعلل مفيش اي حكمة لأقواله او افعاله ان حكمته دي معناها هي علمه واحكامه واللي يقول غير كده ده بيشتم الله بيشتم الله وبعدين رح قال تعالى الله عن ان تكون لي حكمة وهنا بيقول ايه لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل وفي كل موضع ابن حجر قال مش عشان عرفنا تعليل في موضع معين يبقى لازم نعرف التعليل لحكمة الله في كل موضع ابن حجر بيقول نحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه يعني يجوز اننا نعرف العلة او الحكمة من افعال الله طيب وفي حارة اننا يجوز اننا نعرف حكمة الله هنعرفها ازاي وهنا ده سؤال ابن حجر واصلا ايه الفرق بين يجوز التعليل ولا يجوز التعليل طالما ان يجوز التعليل هنا اللي في شرح الحديث اللي قلنا قبل كده لا يجوز التعليل ونشوف الرازي هو من ائمة الاشعارة بيقول ازاي يجوز ان احنا نعرف حكمة افعال الله خلينا نشوف المرجع الدولار الثانية وقال الرازي ان غالب احكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة ومؤلف الدولار الثانية ابتدى يعلق على كلام الرازي وقال وهو قد ذكر ادلة كثيرة في كتبه على نفي تعليل افعال الله بالحكمة ولكنه قد ذكر في بعض المواضع جواز ذلك تفضلا من الله وإحسانا لوجوبا عقليا على الله وهذا تنافى ما سيقع من ادلة تنفي جواز التعليل وهنا يعني ايه الكلام ده يعني الله اللي يلهم الناس تفضلا وإحسانا اننا نعرف حكمته وانه حكيم ازاي الله يلهم الناس هل في وحي مثلا ولا عقلا لا يجوز اننا حتى نفكر مجرد التفكير ان الأفعالة الله حكمة أو علم والسؤال طالما ان الله لا حكمة لأي فعل بيفعله والانسان لا أفعالة له يعني مش بيعرف الحسن والقبيح فازاي الاله اللي بيع بس ويستهطر بخلقه وأقول لهم طبعا الإنسان هيكون عنده أصلا شيء اسمه حسن أو قبيح الحالة دي لا يصدر من هذا الاله العابس إلا كل فعل قبيح ودي هي عقيدة الأشعارة في أفعال الله زي ما قالها الرازي خلينا نشوف فين في الدرر الثانية بيقول والأشعارة لأنهم يميلون إلى الجبر في القدر قالوا بالتحسن والتقبيح الشرعي فقط ولذلك يحتاج الرازي صراحة بالجبر فإنه أثبت أن العبد مجبور على فعله القبيح فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحا ودلوقتي أنا هام الملخص للحلقة زي ما شفنا كده أثبتنا في الحلقة دي وكل الحلقة اللي فاتت إن عقيدة ابن حجر والأشعارة إن الإنسان لا فعلة لها إنما الفعل الحقيقي هو الله إذن كل أفعال العباد القبيحة هي أفعال الله الكاذب هو الله السارق هو الله الزاني هو الله الكافر هو الله يعني من الآخر اللي المفروض يدخل الجنة هو الله وبرضو اللي المفروض يدخل النار هو الله ده لو فيه أصلا جنة أو نار لإن الله يعبس بخلقه فإيه اللي يمنعه إنه لا يعبس ولا يكون فعلا فيه جنة ونار ودي عقيدة ابن حجر في التحسين والتقبيح الشرعيين إن الله يعبس وملوش كلمة وده لو أنا قلت لأي مسلم إن الله يعبس هتقول إيه هتقول إن ده كفر وإن ده الحاد والمفاجأة إن ده عقيدة أعظم شارح لصحيح البخاري والمفاجأة الأكبر إن عقيدة ابن حجر في التحسين والتقبيح الشرعيين هي عقيدة الغالبية العظمى من المسلمين عقيدة ابن حجر في التحسين والتقبيح الشرعيين هي فعلا عقيدة معظم المسلمين وده مش كلامنا ده اللي إحنا هنثبته بالدليل بالصوت والصورة في الحلقات الجاية وتابعوني وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسلمين شكرا